كثيرا ما زخرة مصر بأصوات من السماء تعدت شهرتها حاجزي المكان والزمن وكانها أصوات من الجنة تجدو على الأرض يمتزون بحلاوة الصوت ووضوح المخارج والتمكن من الأحكام والضوابط واليوم تحل الذكرى السابعة بعد المئة لميلاد واحد من أهم هذه الأصوات الشيخ محمود خليل الحصري أوصل كلمة الله بصوته الفريد إلى مشارق الأرض ومغاربها وحجز لنفسه مكانا وسطى عمالقة قراء القرآن الكريم إنه الشيخ محمود خليل الحصري ولد الحصري في مثلي هذا اليوم السابع عشر من سبتمبر من عام 1917 في قرية شبرى النملة التبع لمدينة طنطا بمحافظة الغربية عندما بلغ الحصري الرابعة من عمره أدخله والده الكتاب ليحفظ القرآن الكريم وأتم حفظه في الثامنة من عمره وأخذ شهادة علم القراءات ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في عام 1944 تقدم لامتحان الإذاعة وكان ترتيبه الأول على المتقدمين وفي عام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا كما عين في عام 1955 قارئا لمسجد الإمام الحسين بالقاهرة ثم مفتشا للمقارئ المصرية في عام 1957 وبعدها بعام تخصص في علوم القراءات العشر الكبرى وكذلك في طرقها وروايتها بجميع أساندها ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف قبل ذلك بعام ينت شيخا لعموم المقارئ المصرية ورأت الحكومة في هذا الحين الأفضل هو تسديل قرآن الشيخ الحصري كذلك كان أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول في الهند ليعين في عام 1961 شيخا لعموم المقارئ المصرية وفي نفس العام كان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية حفص عن عاصم وفي عام 1964 كان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية ورش عن نافع وفي عام 1967 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم يعد الشيخ الحصري أول قارئ يطلو القرآن الكريم في البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي كما رفع الأذان بمقر الأمم المتحدة وفي الرابع والعشرين من نوفمبر من عام 1980 رحل الحصري عن عالمنا بعد أن أسس مدرسة فريدة في دولة التلاوة ترجمة نانسي قنقر